أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من يتفكرون حرية العقيدة بين المطرقة والسندان بين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين وبين من بدل دينه فاقتلوه ويستتاب وإلا قتل بين هذا وزاك يزداد الجذب والشد وتزداد الحيرة هل الإيمان نقيض الحرية؟ هل الإيمان يعني الإزعان والانسحاق؟ هل الخروج واختيار دين بديل لابد أن يكون مرادفا للكراهية والعداء؟ أم هو فشل في الحصول على إجابة مقنعة لعقل وفقدان لراحة روح وعدم طمأنة لقلق نفس؟ هل من حق المواطن أن يعتنق ما يشاء من أديان أو حتى لا يعتنق دينا من الأصل؟ هل تلك حرية أم دعوة للفوضى والانحلال؟ هل من حق الفرد أن يلحد أو يصبح لا دينيا أم أن ذلك يمثل اصدراءا وخطرا على السلام الاجتماعي؟ كل تلك الأسئلة وغيرها أترح على ضيفية دكتور عطى الصنباطي أستاذ بجامعة الأزهر أهلا بك دكتور عطى أهلا بسيادتك دكتور خالد ومستدر المشاهدين ودكتور جورج الفار أستاذ الفلسفة بالجامعة الأردنية أهلا بك دكتور جورج أهلا دكتور خالد أهلا بك أبو المشاهدين الحقيقة نعرض تقرير على حلقة جدل الحرية المعتقد والإلحاد ثم نعود لضيفية تبدو مسألة تغيير المعتقد في عالمنا العربي شديدة الصعوبة وتعقيد لجملة من المعطيات الاجتماعية والقانونية وربما السياسية في بعض الأحيان ولا زالت المسافة هائلة بين حرية الاعتقاد التي أقرها النص القرآني صراحة في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبين الاضطهاد المجتمعي والعواقب القانونية التي تنتظر المرتد بحسب التوصيف الفقهي والتي تصل أحيانا إلى حد القتل حيث تقر قوانين عدد من الدول العربية عقوبات صارمة على من يجهر بإلحاده على الرغم من أنه وفقا لإستطلاع رأي أجرته قناة بي بي سي ما بين عامي 2018 و2019 حول الملحدين في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقية فإن عدد الملحدين تزايد بشكل ملحوظ وأنه منذ العام 2013 ارتفعت نسبة اللادينيين من 8% حتى 13% من جهة أخرى يرى فريق من الحقوقيين أن حرية الضمير الإنساني تعني حرية الفرد في اعتناق ما يشاء وأن دولة المواطنة لا بد أن لا تفرق بين مواطنها وأن لا تعاقب من بدل دينه أو من يرفض الأديان بوجه عام لأنها ببساطة تقف على مسافة واحدة من الجميع والحرية المطلقة تعني العدل المطلق لجميع البشر وعليه يستمر الجدال عدنا ويتفكرون وحرية المعتقد والجدل حول حرية المعتقد والإلحاد وهل من حق الإنسان أو المواطن أن يعتنق ما يشاء من أديان وضيفي دكتور عطى الصنباطي أستاذ بجامعة الأزهر ودكتور جورج الفار أستاذ الفلسفة بالجامعة الأردنية وهبدأ بيك يا دكتور عطى في سؤال تأسيسي للحلقة ما هو مفهوم حرية المعتقد في الإسلام أو مفهوم حرية المعتقد من وجهة نظر دكتور عطى الصنباطي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإسلام كفل للإنسان حرية العقيدة حرية الرأي حرية الفكرة مجموعة الحريات التي نصت عليها الأعلانات والمواسيق الدولية الحديثة والدستير الموجودة في كل دول الدنيا فنص على حريته في العقيدة فقال تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى لا إكراه في الدين وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود وهم كانوا يعيشون معه في المدينة أقرهم على دينهم وعلى حريتهم الدينية وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فبعض الصحابة يعني هناك رجل من الأنصار كان عنده ولدان نصرانيا أو مسيحيا وهو دخل الإسلام فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستكرههم على الإسلام وأن يدخلهم عنوى فنزلت الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي وفعل الصحابة عمر حينما دخل الكدس أيضا أو دخل فلسطين لم يكر أحد على الدخول في الإسلام بل إنه لم يصلي في الكنيسة بل إنه هناك ما تسمى بالوسيقة العمرية حيث أمنهم على أموالهم وكنائسهم وصلبانهم إلى آخره وتاريخ المسلمين شاهد على ذلك حتى الآن في مصرنا يعني رأينا الليس بن سعدة وهو مصري وفقيه وفقيه أيضا حينما يعني أفتل بعض بهدم بعض الكنائس هو ذهب إلى هارون الرشيد أو إلى الخليفة العام كلام عظيم يا دكتور عاطة كلام عظيم طبعا لكن على الجانب الآخر بنسمع من بدل دينه فاقتلوه وكلام ابن تيمية الكثير الذي تتكرر فيه جملة يستتاب وإلا قتل هنا مش هتحس يا دكتور عاطة أن فيه احتيارية أو انتقائية للجانب الذي نقول عنه أنه يؤيد أو يدعم حريات المعتقد وإهمال للجانب الآخر الذي يحارب حريات المعتقد يعني هذه قضية كبيرة نحن نعرف عندنا علم اسمه علم واصول الفكر فيه بعض القواعد هو قريب من الفلسفة فيه بعض القواعد التي تقول ما من عام إلا وقد خصص وما من مطلق إلا وقد قيد فهذا الحديث ليس على عمومه بدليل يعني بعض الناس يدخل الإسلام هل يقتل أيضا هو ترك دينه أيضا فمن هنا ليست للعموم هكذا وليست على إطلاقها وتبديل الدين أيضا ليس هناك قيد كما يتصور البعض هكذا لكن تبديل الدين هنا المراد به تعكير الأمن العام أو الإخلال بنظام المجتمع بدليل أنه إذا ارتد ولم يعني يعترض المجتمع ولم يجاهر ولم يؤذي أحد في ثقافاته أو في معتقده فلا يتعرض له أحد ولا توجد عندنا محاكم التفتيش ولا يوجد أحد يبحث عن نية أحد بدليل أن الله تعالى نفسه في القرآن الكريم يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعملهم في الدنيا فهنا مات يعني لم يتعرض له أحد ولم يقتل رغم أنه مرتد مما يدل على أنه لم يجاهر ولم يتعرض لأحد ولم يؤذي أحد وهذا ليس بدع في النظام الإسلامي فقط بل الدول الحديثة في قوانينها هناك ما يتسمى بجريمة الخيانة الأزمة طيب دكتور عطا من يخرج على نظام الأساسي للمجتمع ومن يخرج ويحكم عليه بالإعدام يعني دكتور جورج سمعت دكتور عطا الصنباطي يتحدث عن حرية المعتقد وأن الدين الإسلامي لم يمنع حرية المعتقد وأن مثلا الحديث عن من بدل دينه فاقتلوه هو حديث يعني مختص بمواقف معينة وليس على إطلاقه وليس على عمومه رأي حضرتك إيه في الكلام أنا حقيقة سأذهب إلى ما قبل الديانات من أين تنبع حرية الإنسان أي تنبع حرية الإنسان بكونه إنسان عاقل فالحرية تأتي من العقل وإذا حاولنا أن نجد مصدرا آخرا للحرية سنراه في تنوع الأجناس البشرية وتنوع التفكير وطرقه وطرق العيش أيضا متنوع وسنراه أيضا في التعددية في الطبيعة نزيم أي يعني الحياة متعددة فلماذا يجب أن يكون هناك معتقد واحد ومن يرتد عليه يعاقب أو لا يعاقب فالحياة ذاتها متعددة ومتنوعة وهكذا جاءت معتقدات الإنسان هل دكتور جورج وحتى دياناته يعني في ناس هترد عليك وتقولك في حاجة اسمها دين الأغلبية ومسألة إن إحنا آه ممكن نوافق على إنه يبقى حر في إنه يبقى دينه كذا لكن ويمارس الشعائر بتاعته لكن إحنا ممكن واحد يقولك إحنا مش موافقين على إنه يبشر به المفروض إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيقول إنك ممكن مش تمارس الشعائر بس إنت ممكن تدعو كمان لدين لدينك في وسط الناس فرد حضرتك على المسألة دي إيه مسألة الدعوة والتكشير يعني الأغلبية لم تكن دائما مؤيد الحقيقة يعني يعني الحق ليس لا يحتاج لأغلبية الحق لا يحتاج لأغلبية ما يحتاج لأغلبية بجز جموع الناس آه آه والخروج عن هذه الأغلبية ليس هرطقة ولا ولا احتلاف طيب أنا هاخد من كلمتك بس يا دكتور جورج دكتور عطى الصنباطي مسألة تسمعت الوقتي دكتور جورج بيقول إن مسألة الأغلبية وإنك لابد إن المجتمع يعني يخضع لمسألة دين الأغلبية والكلام ده الكلام ده الحقيقة مش صحيح على إطلاقه مسألة بنشوف إن دكتور عطى في الأول قال إنت عرض طلنا آآ إن في سماحة وفي حرية المعتقد كانت موجودة لكن حضراتك مش شايف إن مثلاً الوثيقه العمرية قالت كلاماً على إن المسيحي المفروض إن هو لو راكب دابة ينزل من عليها لو شاف المسلم لبسه يبقى مميز أو يعني مختلف عن المسلم عشان يتعرف كل هذه الأشياء ألم تكن ضاغطة على حرية المعتقد في رأيك يعني هذه لا علاقة لها بالعقيدة تماما هذه مسائل تنظيمية تختلف من عصر العصر وليس التشريع أصلا يعني نحن في عصرنا يعني نستطيع أن نميز بعض الناس مثلا الذين يذهبون إلى الانتخابات بعلامة على إصبعهم مثلا دليل أنهم ذهبوا إلى الانتخابات أو من يلبس ملابس معينة وينتمي لفريق معين أو ما إلى ذلك بس المسألة المسألة كان فيها نوع أليس فيها نوع شوية مش عايزة أقول التحقير ولكن يعني المسألة الحالة بتضربه ده مثال يدل على أنه عايزين نعرف ده من ده لكن مسألة فيها نوع من أنواع أنه هو مثلا يدفع الجزية وهو صاغر دي مش عملية أنه هو مختلف في الانتخابات ولا حاجة لا ده فيه رسالة أنه هو لازم يبقى أدنى مرتبة من المسلم حضرتك الحربة ودي مش يعني ما حدش بينكرها حتى في العصر الحال اللي إحنا عايشين فيه إحنا شفنا معسكر جوانتنام وشفنا الحرب في العلاج شفنا بتعمل إيه في القصرة وفي الناس اللي جوه وما استطاعش أحد أنه ينكر باعتبار أنه ده حرب وبين وبين أعداء إلى آخرة يعني حتى الوسيخ إنما في وقت السلم الوسيخة العمرية يا دكتور عطا كان فيها عدم تجديد الكنيس كمان يعني يعني أنا شايف أن ممكن حد يقولك يا دكتور عطا ده فيه نوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع التمييز العنصري شوية في المسألة دي فرد حضرتك على المسألة دي هيبقى إيه يعني أنا لا أرى أن فيها لأن طبعا الدولة الإسلامية كانت في حالة فتوحات وكانت في حالة حرب وكانت بتضع القوانين اللي بتحافظ على الدولة نفسها من الزوابان في هوية دول أخرى أو ما إلى ذلك فكان لابد من تمييز هوية الدولة وده بيوجد في أي مرحلة انتقالية نحن بنشوف الأنظمة ما بتنتاكل من مرحلة إلى مرحلة بتضع القوانين اللي تحافظ لها على هويتها وعلى ذاتيتها وما بينكرش عليها عاكل في التوقيع في الفترة دي وبعد عشرين تلاتين سنة بيجي وينكره لما يتغير الحال دكتور جورج الفار دكتور عطا الصنباطي يقول أنها مجرد تنظيم لمسألة الدولة حفاظ على نسيج السلام الاجتماعي المسألة ما كانش فيها أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولكن هو مجرد أننا أعرف الشخص ده ديانتو إيه والشخص ده ديانتو إيه بدون أي ضغوط تعليق دكتور جورج الفار على هذه المقولة بعد الفصل عدنا ويتفكرون وحرية المعتقد ومع ضيفية دكتور عطا الصنباطي أستاذ بجامعة الأزهر ودكتور جورج الفار أستاذ الفلسفة بالجامعة الأردنية ودكتور جورج إحنا كنا طرحنا على حضرتك سؤال قبل الفاصل من كلام دكتور عطا الصنباطي أن المسألة مسألة مثلا الوثيقة العمرية وما علقنا عليه وآية الجزية إلى آخره هو نوع من أنواع أنه كان مؤقت مرتبط بدولة تحارب مش من نسيج ولا فلسفة الفكر الديني نفسه المسألة مرتبطة بمجرد أننا أعرف المختلف وليس فيها أي تمييز عنصري تعليق دكتور جورج الفار على هذه المسألة أنا أرى تمييزا عنصريا واضحا وليس فقط في ديانة واحدة أي؟ كل الأديان تسلك هذا السلوك هناك تطبيقات مختلفة من مد لم الأخرى ولكن في الواقع هي تصب بنفس الفكر الديني الذي هو فكر وحداني يعني إقصائي لا تعلم أنت حسن أنه إقصاء يعني فكرة الإقصاء موجودة في كل الأديان دكتور جورج موجودة في كل الأديان وامتلاك الحقيقة المطلقة حتى لو تسامحوا مع الآخرين تسامحوا مع الآخرين كأنهم أشخاص على خطأ ولكن لا يقبل دين معين أن يفكر الآخر بطريقة مختلفة وأن يؤمن بشيء آخر دكتور جورج أنت رفض كلمة التسامح يعني أنت عايز كلمة المساواة وليس التسامح يعني دامة هاي للي وصلني يعني كلمة التسامح فيها استعلاء التسامح لا أوافق على التسامح التسامح ليس كلمة بغيضة أصلا لماذا؟ لأنه هناك شخص متعالي قوي أيوة يتسامح من هو على من هو أضعف منه طيب حضرتك موافق على وأنه يمن عليه موافق على مصطلحات زي مؤمن وكافر نستخدمها دلوقتي مؤمن وكافر وأهل كتاب إلى آخره هل هذه المصطلحات عندما نستخدمها الآن تعطي مدلولات عادية مدلولات بتاعة الناس في القرن الـ 21؟ أبداً وهنا تكمل عنصرية آه يعني هذه المصطلحات من يحق له أن يصنف الآخر بكافر؟ ومن له أن يعطي لآخرين سكوك غفران؟ أيوة من له الحق في ذلك؟ من له الحق أن يحكم على فكري؟ هناك ميزان أو مقياس واحد هو العقل الذي هو أكثر عدلاً وتقسيماً بين الناس العقل مشترك ما بين كل الناس العقل العقل يقرر إذا هناك صواب أو خطأ أيوة وإذا كان هناك خطأ يصحح هذا الخطأ لنعود إلى الصواب ولكن ليس لآخر أن يقول أن يكفرني أو أن يتسامح معي دكتور جورج الفار دكتور عطى الصنباطي دكتور جورج الفار يرفض المصطلحات التي مثل كافر ومؤمن وأهل كتاب والتسامح الذي يحمل قدراً من الاستعلاء على الآخر مسألة المصطلحات ديت وسراينها في نسيج أو الدورة الدموية للمجتمع الحقيقة دكتور جورجي بيعتبرها أنها لا تصلح لهذا الزمن الذي نعيشه تعليق دكتور عطى يعني هي مصطلحات لا تؤذي أحد ولا تؤثر يعني أنت تسامح معي أو أنا تسامح معك فهذا ليس فيه إزاء حتى سامعي أو تسامح يعني في الجانب الآخر يا دكتور عطى أنك لك الحق في عدم التسامح أيضاً لا أنا أتسامح مثلاً أنه ربما مثلاً يعتقد بمعتقد أنا لا أعتقده مثلاً ورغم ذلك أتسامح وهو يتسامح معي لأنني ربما لا أعتقد فيما يعتقده أصلاً ومثل لن يغفر له وإلا لنقض مذهبه ولنقض عقيدته لو قال بغير ذلك ورغم ذلك يقبل التعيش السلمي ويقبل التعددية ويقبل التنوع وهذا هو المقصود بالتسامح دكتور عطى بس كلمة كافر ليست كلمة في قاموس نائمة في قاموس أو أحد المعاجم ولكنها كلمة لها مدلول في الشارع مدلول في التعامل يعني اللي بيقول إن أنا بس بقول كافر لأنه هو كافر بي وأنا كافر بفكرته المسألة ليست بهذه البساطة لأن الكافر ده هيتعامل إزاي الكافر ده هيتعرض للنبذ الاجتماعي الكافر ده من الممكن أن يقتل من الممكن أن يسجن فكلمة الكافر محملة بأثقال يعني مش مجرد كلمة كلمة بس أنه هو مختلف معايا وخلاص نعم المسألة التي لا تؤذي من لا يعتقد بعكداتنا أو ما إلى ذلك يعني سيدنا عمر نفسه وهو وقف عند النصوص حينما طلب الجزية من بعض النصارى فقالوا النفس يعني تؤذى حينما تطلق على ما تأخذه مننا جزية كأنه عقوبة أو جزاء خذ مننا مثل المسلمين مثل الزكاية التي تأخذها من المسلمين وتطلق على ما تأخذه مننا زكاية يعني أرادوا تغيير الإسم فقط لأن الإسم برضو كان بيأذيهم في هذه الفترة فسيدنا عمر ماذا قال قال أعطوا يعني الواجب عليكم وقولوا ما تشاءون يعني الدولة تحتاج إلى النقود تطلقون عليها جزية تطلقون زكاة ونصارى نجران يعني وهذه القواكعة مشهورة ومعروفة فلا نريد أن نقف أمام المصطلحات كثيرا لكن هناك تنوع مدام هذا موجود في العالم نسميه كما تشاء يعني التسمية المناسبة لعصرنا لا توجد إشكاليات عندنا المفكرين الذين يعني طبقت عليهم مقصلة التكفير يعني عندنا الحلاج عندنا لان الدمشقي عندنا الكثير من المفكرين الذين تعرضوا للصلب وتعرضوا للقتل ومنهم شعراء في صدر الإسلام تعرضوا لنفس المشكلة بمسألة تكفير هؤلاء الذي أدى إلى قتلهم رأي حضرك في المسألة دي إيه؟ كان التمن باهز نعم هذا يعني حضرتك تعلم تماما دكتور خالد أن كل الديانات فيها هذا بل الإسلام هو أخف الديانات في هذا الباب حضرتك عارف اللي حصل في روما بعد الكنيسة ما تعنقت مع كستنطين وغيره مع الإمبراطورية الرومانية وأصبح لها سطوة على العالم وتسلطت على العلم وتسلطت على العقل وحركت الكتب وحركت المؤلفين ومنع ونزلت قوائم بأسماء الكتب الممنوعة حتى يعني لو لم يكن العرب الفاتحين جمعوا كتب بس فيه فرق برضو يا دكتور عاطة ممكن لحد يقول فيه فرق أن هذه الدول الغربية اعتذرت لجليليو ولكننا لم نعتذر لكل هؤلاء المفكرين الذين قتلوا يعني هما هناك بس اعتذروا لجليليو إن ده عندهم كان من صميم الدين لأن الدين في يد رجال عندهم رجال كنيسة أو رجال الدين إنما إحنا ما عندناش حاجة اسمها كهنوت وما عندناش حاجة اسمها رجل الدين أصلا له سلطة على حد وما عندناش وصاية على حد طيب أخذ الكلمة دي من الدكتور الإسلام الناقي ما فيش فيه حاجة منه دكتور عاطة دكتور جورج قال إن فيه فرق واضح فيه كهنوت فيه نظام كهنوتي في الديانة المسيحية لكن في الإسلام لا يوجد رجل الدين ولا توجد سطوة رجل الدين لذلك كان لابد عليهم أن يعتزلوا لجاليليو لكن المسلمين ليس لديهم رجل الدين لكي يحدث هذا الاعتذار رأي حضرتك إيه؟ أنا أرى أن مرجعية دكتور عاطة هي مرجعية قروة وسطية أي؟ العالم تجاوز كل ذلك وحتى تجاوز هذه المسائل الجانبية في الديانات وأخرج وثيقة حقوق الإنسان هي نتيج تطور التجربة والعقلانية للأتراف بشخصية الإنسان بغض النظر عن معتقده وعن دينه وعن موقفه الديني إذا كانت روما أو حتى البابا نفسه تعتذر عن عن الإساءات لرجال الفكر هذا أنا أراه خطوة شجاع واعتراف بالذنب ليس كل الديانات طبقت ذلك ولست بصدد الدفاع على المسيحي هنا إنما وصلنا إلى حالة المانية فيها حرية المعتقد وفصل واضح هل يعني يا دكتور جورج حضرتك كلمت عن وثيقة إعلان حقوق الإنسان هل ده معناه أننا نضع جانبا الكتب الدينية ونطبق وثيقة إعلان حقوق الإنسان أنا أرى أن وثيقة حقوق الدين حقوق الإنسان هي خلاصة التجربة البشرية وساهمت الكتب السماوية في هذه الوثيقة بالجوانب الإيجابية منها يعني يعني صار الإنسان مسير التمدن أو صلته إلى وثيقة حقوق الإنسان هذه الوثيقة أخذت كل تجارب السابقة فيما قبلها ومنها ما هو جميل في الكتب السماوية ليست ومنها ما هو جميل في الحقوق المدنية يعني المسائل وصاغتها بصياغة واضحة طب مسألة الثابت والمتغير في الدين في ناس هتقول للدكتور جورج إحنا خايفين على ثوابت الدين من هذا الإعلان أنا لا أرى هناك ثابت قانون الكون ليس هناك ثابت السيرورة هو القانون الوحيد في الكون حتى الأديان كما تقول أنها ثابتة تعرضت لتغييرات شتى ومن ثم دخلت في هذه السيرورة حسب الثقافات والبيئات التي وصلت إليها يعني المتغير والثابت هناك ثابت المتغير والثابت الوحيد ليس هناك ثابت التغير مال الذي يحدد الثوابت والمتغيرات سيادتك ثوابت يعني الدين من الثوابت يعني كل الأديان ما فيش فأة تغيير يعني كلها جات لعبادة ربنا تمام من عد سيدنا إبراهيم نفسه بس وعبادها مش مفروضة على الإنسان فرض لكنها مفروضة عليه بالعقل لا يعني مش بنمطية معي يعني من الذي لديه وكذلك نوريا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض دكتور عطم من الذي لديه معيار من الذي لديه معيار إنما اللي بتغير سيادتك الشرائع الشرائع اللي بتختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان وبما يناسب حال الناس لا يعني مثلا مثلا من الممكن ممكن دكتور عطى واحد يقول إن المسائل بتتغير زي الزي مثلا مين اللي عنده المعيار ساعة ما نقول إن الزي ده من المتغيرات يقول ده سابت وساعة ما نتكلم عن مثلا فوائد البنوك يقول لا الزمن ممكن غيرها أو الرق الزمن غيرها مسألة إن المعيار يبقى مع رجل الدين بس هل حضراتك موافع لأن رجل الدين هو الذي يضع هذه المعايير فقط هنرجع تاني للنقطة الأولانية ما عندناش رجل دين يعني إنما فيه علماء عالم العلم هو ما يقبل النقد هل حضرتك هل حضرتك عالم الأزهر عندما أقول له أن الحجاب مثلا شيء متغير هل رده على أن الحجاب ليس شيئا متغيرا ده ثوابت مدام قد قالها رجل أزهري أو عالم أزهري هو ده السؤال يعني سيادتك ما كان سابتا في شريعة قد يكون متغيرا في أخرى فبالنسبة لنا إحنا السوابت عندنا هي التي جاءت بنصوص قاطعة لا تقبل الإجتهاد ولا غير ذلك يعني ما نقول مثلا المراس أو ما نقول ما أبدأ التحقيق العدل في الحكم أيو أو ما أبدأ الشورى ده كلها سوابت ما حدش يقدر يعبس بيها إنما ما تقول إن حقق العدل مثلا بمحكمة مكونة من فرض قضي واحد أو اثنين أو دوائر أو على هيئة محلفين زي في أمريكا أو ما إلى ذلك ده كلها متغيرات بس كلها تعمل في إطار يعني هو يعني هو يعني هو حقق للعدل بأي طريقة يعني برضو مسألة يعني بقى العدل ثابت تحقيقه متغير يعني دكتور عطى حضرك أصدك إن فيه منشط كبير أو معنى كبير اسمه العدل ده ثابت لكن تطبيقه ثابت وآلياته هي اللي ممكن تبقى متغيرة تطبيق هذا المبدأ العام نعم ومساحة المتغير كثير عندنا آه دكتور جورج الفار سأسأل حضرك ولكن بعد الفاصل تاخد حضرك يعني فرصة للتفكير في هذا السؤال مسألة الخروج بقى عن الدين سواء إسلامي أو مسيحي أو ما نسميه بالأديان السماوية هل يمثل زعزعة للسلام الاجتماعي هل يمثل خروجا عن المجتمع ولكن بعد الفاصل عدنا ويتفكرون وحرية العقيدة ومع ضيفية دكتور عطا صنباطي أستاذ بجامعة الأزهر ودكتور جورج الفار أستاذ الفلسفة بالجامعة الأردنية وفي الفقرتين السابقتين تحدثنا عن إعلان حقوق الإنسان ومعنى حرية العقيدة وأن حرية العقيدة ليست في مجرد أنك تعتقد شيئا ما أو أنك تمارس تقوصه ولكن أيضا في التبشير به تحدثنا عن أن مصطلحات كافر ومؤمن وأهل الكتاب لم تعد صالحة لمثل هذا العصر في القرن الحادي والعشرين وبدأ الجدل بين ضيفي حول هذه المسألة وكنت قد طرحت قبل الفاصل على دكتور جورج الفار مسألة الإلحاد إحنا كنا بنتكلم في كل اللي فات في إطار الأديان السماوية وحرية المعتقد في أن يخرج من هذا الدين إلى ذاك لكن دكتور جورج الفار مسألة الخروج من الأديان عموما يصبح لا دينيا يصبح الشخص ملحدا البعض بيعتبروا زعزع للسلام الاجتماعي خروج على ثوابت المجتمع وأن يعيش هذا المجتمع في فوضى الإلحاد لأن الإلحاد ليس دينا بديلا أنا أرى أن الإلحاد هو تعريف سلبي لغير المؤمن ولكن ليس هو تعريف حقيقي عندما أقول أنت رجل أو عرفك أنك لست إمرأة هذا تعريف بالنفي أي أولا ثانيا الدين لا يعطي هوية للمجتمع ولا للفرد الوطنية تعطي هوية للمجتمع وهدف المجتمع الوصول للخير العام ما زلت أنا ضمن تحت القانون وضمن الخير العام فما أعتقده أو ما لا أعتقده لا يضير المجتمع ولا يضير الآخرين الذين هم معين أليس دكتور جورج يعني أن مسألة الإلحاد من الممكن حد يقولك أن الدين هو الذي يعطي الأخلاق فإذا إعطاء الحرية للملحد هو يعني إنعطاق من هذا الإطار الأخلاقي وتصبح هناك فوضى أخلاقية تحت مظلط ما يسمى الإلحاد الأخلاق موطع عقلي وليس موطع ديني الأخلاق قبل الأديان هناك مجتمعات عاشد بدون دين وفيها كثير من الأخلاق والتزام بالقوانين والالتزام بالخير العام هنا الديانات تشدد على الأخلاق وتعطي الأخلاق بعدا مقدسا ولكن الأخلاق قبل الديانات موجودة وهي أن العقل وصل إلى نتيجة تقول الملحد الذي على أخلاق ليس تعريفا مستحيلا وإنما تعريف موجود الملحد الذي على خلق أبدا ليس هناك ملحد بدون أخلاق ولا مبادئ إنما هو يؤمن بشيء آخر يؤمن بتفسير ألمي للوجود وهذا العلم ذاته يحمل أخلاقه معه ويحمل منظومة مبادئ لا دخل للدين فيها التحميل للدين إنه هو الشرط الأخلاق في المجتمع هو ظلم للدين أولا والمجتمع ثانيا دكتور عطا لماذا علي أن يقوم هاخد من كلامك شرط أخلاقي دكتور عطا دكتور جورج يقول الدين ليس هو مصدر الأخلاق الوحيد هو من ممكن أن يكون الإنسان ملحدا وفي نفس الوقت هو على خلق هذا احتمال لكن ليس هو الكثير لأن إذا لا أؤمن بفكرة المسئولية والحساب والجزاء فما الذي سيمنعني من أن أن أفعل الشر أو أن أفعل الضرر أو ما إلى ذلك لابد أن تكون هناك خلق نخليها تطبيقية نخليها تطبيقية أكتر دكتور عطا هدم حضرتك مثال وحضرتك تفسره لي هل الرق شيء أخلاقي الرق آه الرق هل هو شيء أخلاقي لا طبعا عظيم جدا لا طبعا المتدينون في صدر الإسلام كانوا يمارسون تجارة الرق والعبيد والسبي والجواري وهذا الشيء حضرتك اعترفت أنه غير أخلاقي في نفس الوقت الذي كان فيه صفاء الدين في دوهره الأساسي لأ حضرتك إذا الإسلام فيه فرق بين أنه أنشأ هذه الفكرة وبين أنه وجد النظام العالمي كله هكذا سيادتك بتدخل في حروب بياخد الأسرة اللي عندك يعملهم أرقاء عظيم جدا وكان فيه مصادر كثيرة للرق الخطف والسلب والنهب والحروب وما إلى ذلك الإسلام كان أمامه جيل الإسلام ضيق المصادر كلها ولم يكر غير مصدر واحد وفتح الباب لكل من يخطئ خطأ في الإسلام الكفارة الوحيدة إنه يعتك 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 والبقية البقية قال تعاملوهم إزاي تمام قال أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم مما تكسون إلى آخر الخمر يبقى بالله عليك الخادم اللي عندي لما بيأكل معايا على نفس المائدة بتاعتي دكتور عطا يبقى أنا أزيته في إيه الخمر كان شيئا غير أخلاقي الرق كان شيئا غير أخلاقي الخمر توقف بأوامر سريعة على مراحل آ بس كانت سريعة جدا لكن الرق استمر برغم اللي حضراتي بتقولوا عن تضييق المصادر أيهما كان أخطر الرق وممارسة الجنس مع الجارية أو السبية في الحرب أيهما كان أخطر أخلاقيا شرب نبيز أو شرب خمر أم سبي سيدة أو امرأة والزواج منها أيهما أخطر أخلاقيا حضرتك هذا مرض وهذا مرض أيهما لكن فيه مرض سهل علاجه زي سلوك شخصي للإنسان بأكل شيء معين ومتعود عليه الطبيب يقدر يمنعني يقول لي هتصبك هذا فامتنع فبامتنع إنما أنا جيت لقيت منظومة في المجتمع منظومة مثلا بنوك منظومة شركات مساهمة يوم ما هاجي في يوم وليلة وأقول شيل ده كله أنا هعمل هزة في المجتمع عنيفة جدا إنما أخلق بدائل لمثل هذه المؤسسات وهي بالتدريج ستنتهي لأن عشان ما أعملش الهزة الضخمة دي إنما سلوك فرد أقدر عليه يعني حضرتك شايف إن كانت الخمر أكثر خطرا من الرق طبعا أخلاقيا ولازالت المخدرات بجميع أنواع النهاردة زي ما حضرك شايف لا ينكر هذا عاكل يعني دكتور جورج الفار هل هل عند حضرك تعليق بس قبل ما أسأل سؤال حضرتك على كلام دكتور عطا لا الصراحة ولكن تجربة أمريكا واضحة في موضوع الخمر عندما منعت الخمر في أمريكا زادت نسبة التصنيع المحلي في البيوت وتضرر كثير من الناس وحتى الدولة تضررت وصار صار يتويباع بالسوق السوداء عندما أبيح الخمر بيح وشراها طمئن قوانين معينة هناك من يأخذ بها وهناك من يتركها يعني ترك الحرية ترك الحرية علاجها يعني ترك الحرية شرب أو يعني عدم شرب كان حل المسألة مرات كثيرة الحرية تعالج بالحرية الحرية تعالج بالحرية طيب لماذا تخافي الأديان من الإلحاد دكتور جورج يعني مدام من مسألة الإلحاد منطقية زي ما هم بيقولوا أو أهل الدين بيقولوا ليه الخوف والرعب من فكرة الإلحاد وهل الأديان هشة إلى هذه الدرجة أنها تخاف من فكرة الإلحاد أنا أراها هشة نظريا يعني قواعد إذا وضعنا هذه المعتقدات وصلتنا عليها الضو العقل فالنا فالنا ستهتز لي ليس هناك منطق جامد وقوي ليدعم هذه المنظومة الفكرية آآ إنما هناك وجدان أي وعواطف و و إرث طويل هو الذي يدعم هذه المنظومة الفكرية طب برضو دكتور ولكن تحت فكر ناقد وجيد تنهار دكتور عطا لماذا يعني يلاحق علماء ورجال دين الملحدين بشكل يعني ملح أوي وكأن الدين يحتاج إلى بوديجاردات أو حراس دائمين يعني أنا شايف إن المسألة هتبقى ضد الدين وإن الناس تعتقد إن فيها شاشة وهم خايفين من المسألة دي هل فعلا رجال الدين خايفين من انتشار الإلحاد أو من الملحد يعني إحنا الدين الإسلام هتكلم عدين الإسلام هو أسس للحريات زي ما أنا بدأت الحوار وهم أسس للحريات فمش معقول هيأسس وبعدين ينقض نفسه بعد كده مش معقول هيقول إكراه في الدين وبعدين يقول فيه إكراه مش معقول هيقول فمن شقف اليوم ومن شقف اليكفر وبعدين يقول اجبره الناس أنا لو أجبرت واحدة إنها ما بتلبس حجاب حتى إنها تلبسه ما النتيجة هتكون واحدة منافقة أو يكون ضررها أكتر فأنا قبل بقول لا لبيس الحجاب بيكون عندها قيم وعفة وأدب وصدق وأمانة إيه إنها تكون لابسة حجاب بس وبتغش في المعاملات أو ما إيه لذلك تبقى الأخرى قد تكون أفضل منها طب ليه مؤسسات دينية إحنا ما عندناش الخوف اللي عندنا يا دكتور خالد من حاجة واحدة أي اللي هو تغييب العقل فقط إن حضرتك نعطل العقل عن الإعمال أو عن العمل ونحبسه في منظومة محددة مكتوبة عليها مثلا صنعة في كذا أو في مذهب معين أو في فرقة معينة إلى آخرة ما نتجاوزهش إلى غيرها لكن إعمال العقل حتى مع الخطأ ده يعني ده مطمئن لنا لإن صاحبه هيصل للحقيقة طب لماذا لا نناقشهم لماذا لا نناقشهم دكتور عطا و يعني ما نعملش يعني مثلا في مؤسسات الدنيا تعمل جمعية أو منظمة أو إحنا عاملين مكافحة الإلحاد في رجال دين كتير ومؤسسات الدنيا رفع قضايا اصدراء أديان ما يسمينه اصدراء أديان هل يعني المسألة تحتاج إلى كل هذه الحروب الحرية في حد ذاتها ما تحاربش والحرية بالنسبة لنا زي الجهاز المناعي للجسم تمام كلما ازدادت الحرية كلما كان الجهاز المناعي للجسم الإسلامي قوي دكتور جورج الفار في دقيقة أو دقيقتين اصدراء أديان هل أنت موافق على هذا اللفظ أن يصاق في قانون بما أن الدين يصيب المشاعر والوجدان فهناك يمكن أن يكون السائلة لهذه الوجدانيات والتي يؤمن بها الإنسان ولكن إذا وضعنا النقد الديانات نقدا علميا وعقليا صارما فلا يمثل إجراء للأديان لماذا الدين خائف على ذاته إذا نقدته نقدا عقليا ومنطقيا أنا أربى بنفسي أن أسي إلى مؤمن بعواطفه ووجدانياته ولكن أدعوه إلى كلمة حق وإلى نقد واضح وصريح للمنظومة الدينية التي يؤمن بها الحقيقة الخلاف هذا الخلاف الراقي والجدل الراقي كان عنوان حلقتنا الشائكة جدا ولذلك أتقدم بجزيل الشكر لضيفية دكتور عطا الصنباطي الأستاذ بجامعة الأزهر شكرا لك ودكتور جورج شكرا لسياتك دكتور خالي أستاذ الفلسفة بالجامعة الأردنية شكرا لك ونلتقي مع أسئلة جديدة وجدل جديد وحوار راقي جدا كما شاهدنا في تلك الحلقة ويتفكرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر